اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بالسحر سناتشر اللي بيروح لقصر الملك وبيعرفوا ان البوكس ترولز هجموا على المدينة وسرقوا طفل منها ولكن الملك مش بيهتم لحد ما سناتشر بيقوله انه ممكن يسرقوا كل الجبنة اللي موجودة في المدينة وساعتها بيخاف الملك وبيطلب منه ان هو يقضي عليهم بيوافق سناتشر على المهمة وبيفرط حظر تجول في المدينة لحد ما يخلص على كل البوكس ترولز الموجودين فيها بيظهر بعد كده البوكس ترولز من مجاري الصرف وهناك بيقروا الورق المكتوب على الحيطان انه مطلوب الابض عليهم ولكنهم مش بيهتموا وبيروحوا لسناديق القمامة علشان يدوروا على اي حاجة يكلوها ولكن فجأة بيظهر قدامهم رجالة سناتشر وبيقدروا ان هم يبودوا على مجموعة منهم اما الباقي فبيقدروا ان هم يهربوا ويوصلوا للملجأ اللي هم عايشين فيه بيظهر بعد كده معاهم في المقر بتاحهم طفل اسمه ايجز وعلشان ما يحسوش ان هو يعني شخص غريب عنهم بيلبسوا صندوق علشان يكون شكلهم بالزبط وبنشوف ان كل حاجة جوه المقر اللي هم عايشين فيه كانت بتمشي بدقة عالية جدا وبنجري بعد كده بالاحداث وبنشوف ان سناتشر بيخلص على عدد كبير من البوكس ترولز وما بيكونش باقي منهم غير عدد قليل جدا اما الطفل فبيكبر وبيكون اقرب واحد له من البوكس ترولز هو صاحبه فش بنروح لويني ودي بنت الملك اللي بتكون في قضتها ولكنها فجأة بتلاقي في الشباك بتاعها واحد من البوكس ترولز طبعا بتخاف جدا ان هو يقرب منها ويقزيها فبتجري على والدها علشان تحكيله اللي حصل بيكون الملك ساعتها في غرفة تزوق الجبنة وما بيكونش مهتم باي حاجة بتحصل حواليه ولما بتقوله ويني على اللي شافته ما بيكونش مهتمة اصلا وبيطلب منها انها ترجع لوضتها ولكن ويني بتقوله انه والدها وانه لازم يطمنها ولكنه علشان يمشيها بيطلب منها انها تخسله الطائية البيضة بتاعته لانها توسخر من الجبنة بتحزن ويني جدا وبتكون متضايقة من رد فعل والدها واحنا كمان معاها وانه ماهتمش بخوفها ولانها كانت متعصبة جدا بترمي طائية والدها من البلكونة لان والدها كان بيهتم بالطائية اكتر من اهتمامه ببنته بس ويني بتلاقي ان البوكس ترولز بيجروا في الشارع وساعتها بتهلق جدا ان حد منهم ياخدها فبتنزل بسرعة علشان تجيب الطائية ولكنها لما بتنزل الشارع بيظهر لها اجز ولانه ما بيكونش شاف اي بنت قبل كده فبيفتكرها ولد ولما بيسألها هو انت مين بالزبط فبتقوله انا بنت واسمي ويني وانها تبقى بنت ملك المدينة ولكن فجأة بيظهر سنتشر والجنوب بتوقعه وبيحاولوا ان هما يخلصوا على ايجز وباقي البوكس ترولز اللي كانوا معاه ولكن بيقدروا ان هما يعربوا كلهم مع عدفش صاحب ايجز بيروح سنتشر للقبعة وبياخدها ولما بيسأل ويني عن السبب ان القبعة دي تقع كده في الشارع فبتقوله ان الهواء هو اللي وقحها وبتحاول انها تاخد من القبعة ولكنه بيصمم انه هو يسلمها بنفسه للملك وبيفكروا بالوعد بتاعه وهو انه هيخلص على البوكس ترولز مقابل انه هو ياخد كبعة بيضة وبالشكل ده هيكون ليه مكان في غرف التزوق الجبنة اللي موجودة في القصر بنروح بعد كده الاجز اللي بيكون حاسس طبعا بالوحدة بعد ما اتقبض على فش وبيلاقي صورة للبشر اللي موجودين في الملجأ بتاعه وبيعرف ازاي البشر بيلبسه وفعلا بيلبس زيهم علشان يقدر ان هو يروح يدور عليه بيفضل بقى يمشي في الشوارع وبيكون خايف من الزحمة وبيوصل لمكان فيه عرض مسرحي وبيفضل بقى يتفرج عليه ولكنه بيتصدم لما بيلاي ان كل الناس بتتكلم عن البوكس ترولز وانهما كائنات شريرة وانهما لازم يتخلصوا منهم بتظهر بقى السيدة فروة على المسرح وبتكون هي المسؤولة عن الحفلات والترفيه في المدينة وبنعرف ان الملك معجب بها جدا ولكن بنكتشف انها تبقى سنتشر ومتنكر اصلا علشان يفضل مرائب كل لسكان المدينة طول الوقت اما في الحفلة ويني بتشوف ايجز وبتعرفه وبتفضل بقى تجري وراه وبيحاول ايجز ان هو يهرب منها ولكنها بتطمنوا بتقوله انها شافته قبل كده لما كانوا بيهربوا من سنتشر وبتستغرب انه لسه البوكس ترولز ما خلصوش عليه فبيقول لها ايجز ان البوكس ترولز كائنات طيبة ومش بيقتلوا البشر ولا حاجة وبيسيبها وبيمشي بنروح لسنتشر اللي بيكون كل حلمه ان هو يبقى من الحاشية بتوع الملك اللي بيدقوا الجبنة وبيسرح بخياله وبياكل حتة من الجبنة اللي هو قدامه ولكن جسمه بيكبر وشكله بيتغير وبيقول بقى الرجالة بتوعه انه عنده حساسية من الجبنة اصلا وبيحاولوا بقى بسرعة انه هما يجبولوا العلاج بتاعه قبل ما جسمه يفضل يكبر لحد ما ينفجر في نفس الوقت بنشوف ان ايجز وصل للمكان اللي فيه فش وبيقدر انهما يخرجوا من القفص علشان يهربوا ولكن فجأة بيشوفهم حراس سناتشر وبيفتحوا البوابة بسرعة علشان يقعوا من عليها ولكن ايجز بيقدر انهما يهرب منهم وبالصدفة بتوصل ويني اللي بتساعد ايجز انه يهرب منهم وفعلت بتهرب مع ايجز وفش وبيقرروا انهما يروحوا لمقر البوكس ترولز بتكون ويني خايفة من شكل البوكس ترولز وبتقول انهما اكيد هيكلوها ولكن ايجز بيفهم انهما مش بيأكلوا البشر ولا حاجة وهنا بتقوله ويني انه مختلف عنهم وانه يعني من البشر ولما بتسأله هو ازاي اصلا وصل لهنا فبيقولها انه مش عارف اي حاجة وانهو اتولد في المكان ده يعني عادي لكنها بتكون مش مقتنعة فبيقرروا انهما يسألوا فش بيقولهم فش ان ابو ايجز كان عالم كبير في المدينة وانهو الشخص الوحيد اللي كان بيعملهم بطريقة كويسة بيكمل فش وبيقول انهو في يوم من الايام كان قريب من بيت ايجز وهناك شاف سناتشر بيطلب من ابوه حاجة ولما رفض انهو ينفذها بدأ سناتشر وي رجالته انه هما يهجموه وساعتها حطلهم الولد في صندوق ونزلوا ليهم علشان يحافظوا على حياته وبعدها سناتشر قدر انهو يقتله بيتأثر ايجز طبعا لما سمع الحكاية دي من فش وبتروح له ويني وبتحاول انها تهديه وبتقوله ان اكيد والده كان شخص عظيم جدا وانهو لو كان لسه موجود كان هيحبه ويعتم به ولكن ايجز ما بيكونش فهم الكلام اللي هي بتقوله ده اصلا وبيقولها انه ما يعرفش غير فش وانهو احتمالي يكون هو والده الحقيقي اساسا ولما بيعرف ايجز ان والدها يبقى مالك المدينة بيقترح عليها انهوما يعني يحكولوا قصتهم علشان يحاول انهو يحللهم المشكلة اللي هما فيها وبترفض ويني في البداية لكنه بيقدر انهو يقنحها وبتوافق ويني فعلا انهوما يروحوا يحكوا لولدهم اللي حصل بتفضل ويني تغير في طريقة لبسه وكمان في اسلوب الكلام بتاعه وده علشان يقدر انهو يتعامل مع البشر من غير ما يشكوا فيه بيروحوا بعدها للقصر وهناك بيكون في حفلة كبيرة وما بيكونش ايجز عارف انهو يتعامل يعني بشكل طبيعي وطبعا بيلفت الانظر ليه بسبب الطريقة اللي كان بيتكلم بيها وكمان الطريقة اللي بيكل بيها بيظهر فجأة بقى في الحفلة فارو واللي هي بتكون سنتشر زي ما عارفنا وبتاخد ايجز لبرا الحفلة وبتقوله انها هتخلص عليه زي ما خلصت على والده من زمان وبيكمل كلامه وبيقول انهو هيخلص على كل البوكس ترولز واخيرا هياخد القبعة البيضة اللي كان دايما بيحلم بيها بيجري ايجز على الملك وبيحكيله ان فارو تبقى هي سنتشر وكمان بيحكيله حكاية قتل والده وبيكمل وبيقول انهو رغم انه عايش مع البوكس ترولز من زمان الا انه هم عمرهم مأزو وانهم مش وحوش زي ما كل الناس في المدينة معتقدين ولكن بيلاقي ان الملك برضو مش مهتم بكلامه وبيكون كل تركيزه على قرص الجبنة اللي وقع لما سنتشر كان بيهاجم ايجز وبيطرب بعدها ايجز من الحفلة وكمان بيطلب من ويني انها تروح لوضتها وما تخرجش برا القصر تاني وهنا بيخرج ايجز من القصر وبيكون حزين ولما بتحاول ويني نها تلحقه بيقولها ان المكان بين البشر مش هو مكانه الحي وانه بيرتح اكتر لما بيعيش مع البوكس ترولز وبيقرر انه يسيبها ويرجع لاصدقائه بيروح ايجز لاصحابه وهناك بيقولهم ان هم لازم يسيبوا المكان ده بسرعة قبل ما سنتشر ورجالته يوصلوا للمكان لانه هو عاوز يخلص عليهم وفجأة بيلقوا ان الارض بتتهز وبيكون سنتشر وصل للمكان ومعاه قالت شفط عملاقة جدا بيشفط بها كل البوكس ترولز الموجودين في المكان بيحاول ايجز انه هو يهرب باي طريقة ولكن بيكون كل رجال سنتشر حواليه وبينجحوا انه هم يبوضوا عليه في النهاية بيفو بعدها ايجز وبيلاقي نفسه محبوس في افص وبيشوف راجل كبير في السن وشعره طويل جدا بيقوله العجوز انه اتقبض عليه في المكان ده من زمان وانه ما بقاش فاكر اي حاجة من كتر التعذيب اللي عزبه له سنتشر وبيدخل عليهم سنتشر وبيقولهم انه قرر انه يجمع شامل العيلة بين ايجز ووالده وده علشان يخلص عليهم هم اللي اتنين مع بعض وبيتفاجئ ايجز لما بيعرف ان والده لسه عايش وهنا بيقوله سنتشر انه قبض على والده من زمان وفضل يعز فيه وانه هيقتل كل البوكس ترولز علشان يشوف صحابه وهم بيتقتلوا قدامه واحد ورد تاني وفعلا بيجمع سنتشر كل البوكس ترولز وبيحطهم قدام المكبس علشان يخلص عليهم ولكن والده بيفضل يشجعه انه يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يقدر ان هو ينقذ اصحابه وبيفضل ايجز ينادي على كل البوكس ترولز علشان يقدروا ان هم يهربوا قبل ما المكبس يصلهم ويدمرهم ولكن بيشغل سنتشر المكبس وفعلا بيدمرهم كلهم بيروح سنتشر للملك وبيوري له كل الصنادي الفاضية واللي بتثبت انه خلص على كل البوكس ترولز زي ما وعده بيكمل سنتشر كلامه وبيقول انه لسه شخص واحد بس منهم وهو ايجز وانه قرر انه يخلص عليه قدام اهل كل المدينة وبيأمر الملك انه يدي له الطائل بيضة بتاعته شخصيا بيكون ساعتها كل اهل المدينة بيهتفوا لسنتشر اللي طبعا خلصهم من البوكس ترولز ولكن فجأة بيوصل والد ايجز للمكان وبيكون معاك كل البوكس ترولز اللي بيجروا على ايجز وبيقدروا ان هم ينقذوا بيكون ايجز مش عارف ازاي قدروا ان هم يهربوا وهنا بيقولوا فش ان هم قدروا يخرجوا من السندي قبل ما المكبس يوصل لهم وان المكبس ده ضغط على السندي وهي فضية اصلا بيهاجم ايجز بقى ساعتها وبقي البوكس ترولز على سنتشر ويرج جلته وبيقع سنتشر جوه قطع الجبنة ضخمة جدا وساعتها جسمه بيكبر قوي وبيخطف ويني وبيقرر الملك انه هو يقتلها لو ما نفسش وعده وبيهدد الملك انه هو يقتلها لو ما نفسش وعده ويداله الطائية البيضة بتاعته وهنا بيضطر الملك انه طبعا يسلمه الطائية بتاعته علشان ينقذ ويني بنته اصبح واحد من زواقين الجبنة في الاصر كله وكمان سنتشر اللي بيكون تنفخ بسبب الحساسية اللي عنده من الجبنة وبنشوفه لما بيأكل قطعة صغيرة بينفجر والحمد لله بيخلصوا منه اما البوكس ترولز فبيرجعوا بقى يعيشوا مع البشر مرة تانية بعد ما عرفوا انه هم مش كائنات شريرة زي مفاهمهم سنتشر وكمان بيرجع والد ايجز لطبيعته وبيرجع يعيش معاهم مرة تانية في المدينة وبس كده لحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعته نتمنى ان الفيلم يكون خفيف على قلبكم وان الحلقة كمان تكون لذيذة بس لو عجبوكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرير الجرس علشان يوصلوكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة